موسيقى سوى ضد عنف النساء البرنامج الإذاعي الأبرز في الساحة الفلسطينية الذي يعالج قضية العنف ضد المرأة هذا البرنامج تنتجه وتبثه إذاعة نساء أف أم وهو كان محل نقاش في هذه الورشة لقياس مدى التأثير الذي أحدثه في الساحة الفلسطينية وأهميته كبرنامج توعوي في رفع الظلم عن المرأة وإنهاء ظاهرة العنف الممارس ضدها بأشكاله المختلفة عنف النساء هذا موضوع كثير لنا جهاد حساس فكان لابد أنه نعقده والإشي ورشات عماله وعصف ذهني حول هذا الموضوع ونفهم بالضبط شو طبيعة الحال أي مناطق أكثر تأثيرا وكان لنا تعاون كبير مع وزارة شؤون المرأة بهذا الموضوع وتحديدا مع وحدة الشكاوي والسيدة إلهام سامي اللي فعلا حطينا فيها النقاط على الحروف وبدأنا بمرحلة الثانية اللي هي حلقات إذاعية على أثير نساء أف أم كان كثير عندنا تحدي كبير أنه نقدر نلاقي حالات تحكي عن هذا الموضوع يعني زي كأنه هذا الموضوع خفي وبتحبش السيدات تحكي فيه أو حتى المجتمع نفسه يحكي فيه أو حتى بعض الأحيان بفهموه شو هو العنف بالضبط ويمول هذا البرنامج الإذاعي من برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية إبجب الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يو أس إيد ليسهم في محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة عبر محاورة مختلف الأطراف ذات العلاقة من نساء ومحامين ومسؤولين حكوميين وغيرهم هذا برنامج اسمه ضد العنف هو برنامج توعوي بالدرجة الأولى نطرح عبر أثير نساء أفأم بالتعاون مع برنامج تعزيز العدالة كنوع من إعلام المستمعة الفلسطينية والمستمع الفلسطيني بأبرز القضايا التي تتعرض لإلها النساء من أنواع مختلفة العنف أشكاله أيضا إلى أين تتجه في حال تعرضت إلى العنف وبالتالي نتحدث عن طبيعة المؤسسات التي تعالج العنف بظواهر المختلفة هذا البرنامج بساعد على أنه يعزز ثقة الفرد بذاتها قدرة النساء والرجال على الحوار والتواصل وبعزز على قدرة الأفراد على حل المشاكل وتخط الصعاب وتحديدا إحنا في ظل وضع فلسطيني مقيد في عندنا ضغوطات عالية في عندنا عنف كبير بتعرض للشعب الفلسطيني من الاحتلال وقد بدأ بث البرنامج في أيلول من العام الماضي ويستمر حتى نهاية شهر شباط من هذا العام جهات قاسم تلفزيون وطن رام الله اشتركوا في القناة